السلام عليكم من يوم مع ام والد سوف نجد اللوبيا البيضة اليابسة كيف نطيبها نحتاج اللوبيا اليابسة كما البارح في الليل مثلا اليوم سوف نطيبها في النهر في الليل ننفخها في الماء ننفخها في الماء مدة على الأقل من السوية 13 ساعة المهمة ننفخها في الليل للصباح نطيبها ننفخها مثلا 500 قرم ننفخها كامل ثم ننفخها نصفيها ننفخها نحن نرميها وما هي مgardسة نضيفها نطيبها جميعها نضيفها نضيفها نطيبها نضيفها نضيفها الماء ونضيفها فوق النار حتى يدخلها طيب نضيفها كمية ملحة على الماء ونضيفها فوق النار حتى يدخلها طيب نقلب اللوبية نضيفها فوق النار ونضيفها في الماء مباشرة تطريقة سهلة شربة لوبية نضيفها فوق النار نضيفها كمية الزيت الزيت في اللوبية نضيفها النار ونضيفها كمية ملحة على الثوم دائما يقولوا لي احنا اللوبيات تعالى ما تنجحناش ما يجيناش بنينا طبروا هالطريقة ان شاء الله تنال اعجابكم اذا نسكر فجاء ذاك التوم بتاعي وعملت الزيت يعني احتجوا كل اللوبيات تعالى مطابط نديروا بهذه المرحلة هادي ايضا نديروا العكري حوالي مص مغرف كبيرة لعكري ولا حسب الكميات على اللوبيات التي ترتيها الكمل الكمل لازم مع اللوبيات كما نعرف الوقوليات يعني ينفخوا شوية الكمل سينحينا هاداك النفخ هاداك تعالى ندير زجعراف تعالى الكرافز يغلو معاهم فلفل اسود وندير الملح وندير الملح وندير الملح ونخلطهم حتى تعقض الملح يعني حتى تولي هذه الملحة عقدة خاثرة ونرجع لكم فيما بعد إن شاء الله اذا هنا بعد ما غلط الملح هنا على حسب الضوء على الأفراد العائلة التحكمة يحبوها عقدة بزاف ويحبوها شوية جريا انتي وش تحب العائلة تحقيها هنا اللوبياتعي راي طيبة وشوف يراها عقدة يعني ما شاء الله عليها وش ندلها في الآخر ندلها حوالي زجع مغارف كبارة على الخل ونطفي ونحب نزلها شوية على القصبر مقطع عرقيق حشيش مقطفة ونطفي عليها هاهي اللوبياتعي نسرب اللوبياتعي أمانكم كيف تشوفها كيف جدتنا والريحة يعني ما شاء الله هاهي اللوبياتعي وجدها ونقدمها بها الطريقة نايا ونضلها رشة على الكموم كما نعرفوا الكموم تمشي بزاف مع اللوبيات مع اللوبياتع ونضلها ورشة على زيت الزيتون ونقدمها ونضلها قطرات على الليمون في الآخر قطرات على المصر ونقص عليهم قطرات على المصر ونقص عليهم قطرات على المصر ونقص عليهم قطرات على اللوبياتعي جربوها وانا لا تأعجبكم ما عليكم سوف ترجمة نانسي قناة وشاركوا في القناة حتى يصلككم الجديد وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وإلى اللقاء لك